جولة مكوكية لوزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون للتسويق لأفكار مبادرة بريطانية أمريكية لحل الأزمة في اليمن التي تجاوزت عامها الثالث من طهران مرورا بالرياض ومسقط وانتهاءا بأبوظبي حمل بوريس حقيبته بفكرتين رئيسيتين بهدف عودة الأطراف السياسية لطاولة الحوار في محاولة لإنعاش الركود الذي أصاب المفاوضات السياسية منذ أكثر من عام ونصف ترتكز أفكار جونسون على الضغط على طهران لإقناع ميليشيا الحوثي بالعودة للمفاوضات والتخلي عن السلاح مقابل الضغط على الرياض لوقف العمليات العسكرية والسماح بوصول المساعدات وفتح ميناء الحديدة بالكامل أمام حركة التجارة يرى الكثير من المتابعين للشأن اليمني أن الأفكار التي حملها بوريس فيها الكثير من عدم الإطلاع بشكل كاف على مسببات الصراع ومواقف الحوثيين وحلفائهم من قضية نزع السلاح والقبول بتسوية سياسية بعيدا عن أسباب صعود ميليشيا الحوثي وهيمنتها على الوضع داخل اليمن جونسون قال أمام أعضاء البرلمان البريطاني إن حكومته تؤمن تماما بأن السبيل الوحيد لإنهاء هذا الصراع المأساوي هو التوصل لحل سياسي مشيرا إلى أنه طلب من طهران الضغط على الحوثيين للتوقف عن إطلاق صواريخ تجاه السعودية يمكن القول أن جونسون عاد من طهران والمنطقة بخفي حنين وهو يدرك ربما أكثر من غيره أن إيران لن تضغط على الحوثيين بل ستزيد من قيامها بإمدادهم بالأسلحة النوعية والصواريخ طويلة المدى الوزير البريطاني لم يغفل الزيارة التي قام بها إلى سلطنة عمان ولقاء السلطان قابوس باعتبار مسقط بوابة طهران وأدواتها الأقرب لحلفائها الحوثيين في اليمن الكثير من الكلام قيل خلال جولة جونسون لكن الأفعال على الأرض ما زالت صفرا ولا تبدو أن هناك أي مؤشرات للحل على الأرض هناك ضغط كبير يدور لوقف العمليات العسكرية تحديدا حول صنعاء والحديدة وهذا ما يجعل ميليشيا الحوثي بعيدة عن أي ضغط سياسي أو عسكري محليا وإقليميا ودوليا فيما يستمر التحالف في إهدار فرص تحقيق تقدم عسكريا وسياسيا على الأرض ومنع تقدم القوات الكبيرة في الجبهات الأكثر أهمية لحصم الصراع وعلى هامش تلك التحركات خفتت الأصوات بخصوص ما تتعرض له البلاد من تداعيات إنسانية وصحية جراء استمرار الصراع الصمت المطبق وصل إلى حد تجاهل الأحداث التي دارت في العاصمة صنعاء أفضت لمقتل صالح وملاحقة أنصاره في عدد من المحافظات والتصفيات الجسدية للمئات من قيادات حزب المؤتمر الشعبي العام ترجمة نانسي قنقر